موسيقى نشط التسعب رششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعلوين وصول ممثل النواب المقاطعين والأحزاب والمستقلين إلى جنيف وفداء مجلس النواب والمؤتمر يغادران للالتحاق بالحوار والمؤتمر يؤكد تلاقيه وعودا بإدراج جميع تعديلاته مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد استهداف مدرعة تابعة لحفتر وسقوط عدد من القتل والجرح في الشباكات الهواري وهدوء نسبي يسود معظم المحاول الأخرى بالمدينة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تقول أن مليوني طفل الليبي محرومون من التعليم بسبب تصاعد وطيرة الصراع في البلاد موسيقى قال مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام مشف الشح أن وفد الحوار وصل مساء اليوم إلى جنيف للمشاركة في جلسة الحوار وأوضح رئيس فريق المؤتمر الوطني المكلف بالحوار عود عبدالصادق في تصيحات قبيل مغادرة الوفد إلى جنيف أن عودة الفريق إلى جلسات الحوار جاءت بعد اتصالات حثيثة وطويلة مع البعثة الأممية وعدد من السفراء والمسؤولين بالدول الشقيقة وأكد عبدالصادق أن جميع التعديلات التي طرحها فريق المؤتمر الوطني في الجولات السابقة سيجري تضمينها بناء على الوعود التي قدمتها البعثة الأوبامية ونوها عبدالصادق لأن الحوار هو الخيار الاستراتيجي لكل أعضاء المؤتمر كحل للأزمة أذا وقال رئيس لجة الحوار السياسي التابع للمؤتمر الوطني العام عود عبدالصادق أن الفريق متمسك بجميع الثوابت والمبادئ التي أقرها أعضاء المؤتمر الوطني العام ذاهبين بهذه التعديلات والتي تمثلت في نقاط تساء ثوابت ومبادئ وقع عليها يوم أمس في جلسة المؤتمر وقع عليها غالبية أعضاء المؤتمر تتمثل معظمها في عدم التنازل على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير احترام القانون واحترام الأحكام القضائية الصادرة غادر وفد مجلس النواب من أجل الالتحاق بجولة الحوار في جنيف فيما قال عضو المجلس جبال الشباني أن المجلس سلم رسمياً وفده المشاركة في حوار جنيف اسماء مرشحه لحكومة الوفاق الوطني الباء الأربعة عشر مرفقة بسيرهم الذاتية وأضاف الشباني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس اعتمد آلية تقضي بترشيح أربعة أعضاء عن كل ما سماه مما سماه إقليماً من الأقاليم الثلاثة إضافة إلى وجود كتل للنساء والمكونات الثقافية تمثل بمقعد واحد لكل منها وأشار الشباني لأنهم قدموا من ضمن الأسماء المطروحة رئيساً للحكومة ونائباً له منوهاً إلى أن البعثة الأممية ستناقش مع الأطراف المشاركة الأسماء للفصل فيها وصل أعضاء مجلس النواب المقاطعون ومثل الأحزاب والمستقلون المشاركون في الحوار السياسي صباح اليوم إلى جنيف للمشاركة في جولة الحوار الجديدة بمقر الأمم المتحدة وأكد عضو مجلس النواب المقاطع عبد المنعم الفكي عدم وصول وفدي مجلس النواب والمؤتمر الوطني إلى جنيف بعد مضيفاً أن افتتاح جلسة اليوم يتوقف على وصول الجميع وأضاف الفكي أنه تجري حالياً لقاءات ثنائية بين الأعضاء المقاطعين من جهة وبين رئيس البحثة الأممية برناديوليون من جهة أخرى لمناقشة آلية اختيار رئيس ونائبي المجلس الرئاسي القادم قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الأزمة محمد الدير أنه إذا أصر المؤتمر الوطني على الانسحاب من الحوار سيكون الاتفاق منقوصاً وأوضح الدير لوكالة الأنباء الصينية شينخوا في بيجين خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الصين في الحرب العالمية الثانية أن مجلس النواب يرحب بحضور المؤتمر الوطني العام لحوار جنيف وأضف الديري أن المجال مفتوح لكل الأطراف السياسية الليبية للمشاركة في الحوار الوطني معرباً عن أمله في أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أشهر الجاري في نيويورك وعراء النشط السياسي محمد فؤاد في نشرة سابقة أن لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا برناديو ليون يعني مع وفد المؤتمر الوطني العام في اسطنبول كانت له نتائج إيجابية حسب قوله لا حل إلا بالحوار لا يمكن الوصول إلى حل الأزمة الليبية إلا عن طريق التفاوض الحل العسكري أصبح مستحيلاً طبعاً وهذا ما قام به المؤتمر الوطني في الحقيقة كما يبدو أن لقاء الوفد المؤتمر الوطني مع السيد برناديو ليون في اسطنبول كانت له نتائج إيجابية وقد اعتبر الباحث في الشأن الليبيح حسين ناجدل أنه إذا لم يحدث انفراج بالنسبة لمطالب المؤتمر الوطني العام وأتمسك ليون بالمسودة الرابعة دون تعديل فسيظل الوضع كما هو عليه الآن ما لم يحدث انفراج في هذا المستوى فإننا سنبقى مكاننا ولن يكون هناك وصول إلى حل توافق فعلي يمكن تجدده في الوقت المحاولات التي تمت في جونافو في اسطنبول هي محاولات لمحاولة إرضاء الطرفين موسيقى ميدانيا قال مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شراء الثوار بنغازي محمد عبد الرحمن قواتهم تمكنت من استهداف مدرعة بي ام بي تابعة لقوات حفتر في محور شارع المركبات وتدميرها بشكل كامل يوم أمس حسب قوله وأوضح عبد الرحمن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عددا من القتلى والجرح من قوات الكرامة سقطوا في الشباكات التي جرت في محور الهواري هذا وأضاف مصدر من مجلس شراء الثوار أن هدوءا نسبيا يسود معظم المحاور في مدينة بنغازي اليوم نعى المؤتمر الوطني العام في بيان له المشيخة وحفاظ القرآن الذين قتلوا في مدينة بنغازي واصفا هذه لا فعال بأنها انتهاك للحرمات وتهجير لمن عرفوا بالصلاح حسب وصف البيان وخاطب المؤتمر الوطني في بيانه مشيخة القبائل وأهل الحكمة والعقل بأن يكون لهم موقف مشرف يحافظ على ما تبقى من نسيج المدينة الاجتماعي وترابطها بحسب نص البيان الذي دان مقتل كل نفس بريئة وسفك كل دم في كافة أرجاء ليبيا قال المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في بنغازي أنه تم إصلاح الخط الهوائي بمنطقة سيدي منصور وأوضح المكتب الإعلامي على صفحة الرسمية أن فرقة صيانة الكوابري قامت بإصلاح الخط رقم واحد والذي يغذي مناطق الكيش ووسط بنغازي والحميضة وأوزو فضلا عن المحطة 72 الجدير بالذكر أن العديد من المناطق بمدينة بنغازي تشهد انقطاعا متكررا للكهرباء يستمر لعدة ساعات إلى سرد حيث قال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للمؤتمر مصفى الشركسين عمليات الاستطلاع التي تنفذها قواتهم الجوية فوق المدينة ما زالت مستمرة وأوضح الشركسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الهدف من عمليات الاستطلاع في سماء المدينة هو تحديد مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة مضيفا أن رئاسة أركان قواتهم الجوية تكتفي بعمليات استطلاع دون توجيه ضربات خوفا على حياة المدنيين وكان رئيس اللجة الأمنية سرد إسماعيل عبدالعالي قال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يعرف بتنظيم الدولة بسط سيطرته بالكامل على مستشفى بن سينة بمدينة سرد أفاذ الناطق باسم غرفة عمليات وباري مجيبهن بأنهم يحكمون السيطرة على كامل مخارج ومداخل المدينة رغم قيام من وصفها بالمجموعات الخارجة عن القانون بقطع الطريق والخطف والنهب والقتل وتعذيب للمسافرين من وإلى منطقة أباري حسب قوله وأضف بوهن أن الطريق الرابطة بين مدينتي سبها وأباري محاصرة وهو ما نتج عنه صعوبة وصول المساعدات للأهالي مناشدان المنظمات الحكومية وغير الحكومية بضرورة إيجاد حل الإنهاء أزمة في المنطقة وأكد بوهن تحشيد قواتهم للتصدي لهجوم مرتقب ممن وصفها بالمجموعات الخارجة عن القانون المنتمية لجنسيات أفريقية أغلبها يتبع لحركة العدل والمساواة السودانية تحاول استهدف منطقتين مجزق وأباري بحسب تعبيره أفاذ الناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد أبو خليل بأن الأوضاع في المدينة تشهد هدوءا نسبيا منذ أربعة أيام مع وقوع بعض الاشتباكات المتقطعة بالقرب من مصنع النسيج وحيك ذرفي وشرع السوق لم تسفر عن قتل أو جرحا وأكد أبو خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار عودة الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المدينة وانقطاعها عن بعض الأحياء الأخرى مشيرا إلى أن الكفرات تعاني نقصا حادا في الوقود بكافة أنواعه بالإضافة لنقص السلع الأساسية والخضروات وذلك بسبب انتشار ما وصفها بالعصابات المسلحة من جنسيات أجنبية في الطريق الرابط بين الكفرة وجاله نشر مركز شرطة سبع اعترافات لثلاثة أشخاص من تنظيم عصبي من جنسيات ليبية وأجنبية تمكن من القبض عليه قام بسرقة عدة سيارات بقوة السلاح داخل المدينة ونقل المركز اعترافات أحد المتهمين بأنهم يقومون ببيع هذه السيارات بعد السطو عليها في الشركة الهندية ومرزق والبعض يتم نقلها إلى دولة تشاد لبيعها كما اعترفوا بارتباطهم ببعض الأصابات التي يتعاملون معها في السرقة وبيع السيارات المسروقة تسلم جهاز الشرطة القضائية بسبها السجن المركزي القديم بعد أن استغرقت عملية صيانته وترميم جدرانه أكثر من ثلاثة عشر شهرا ورغم الانتهاء من عملية الصيانة إلى أن السجن لم يستقبل بعد أي سجناء مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير بعد ثلاثة عشر شهرا من أعمال الصيانة بالسجن المركزي الواقع بحي المهدية بسبها استلمت الشرطة القضائية بالمدينة السجن في وقت تشهد فيه سبها ارتفاعا في عمليات السطو المسلح والاختطاف والقتل السجن يمكن أن يسعى 200 سجين إن توفرت فيه الإمكانيات اللازمة هذا ما أفاد به نائب مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل صلاح عبدالقادر الذي أشار إلى أن إدارة السجن تسلمته وهو عبارة عن جدران فقط في الظروف هذه لا يستقبل أي نزيل في الظروف هذه موجودة يعني هو سجن لا يوجد لمنامة لا يوجد سراير لا يوجد فرشات لا يوجد أي وسيلة حياة لا يوجد أي وسيلة حياة السجن المركزي سبها هو عبارة عن مبنى قديم يستخدم كسجن منذ سبعينيات القرن الماضي وتم إغلاقه عام 2008 قامت منظمة العفو الدولية بزيارته أكثر من مرة وأبدت استياءها من رداءة وقدم تصميم المبنى فبحسب تقرير للمنظمة صادر عام 2013 فإنه جرى تسجيل ظروف احتقال قاسية ترقى إلى مرتبة المعاملة اللا إنسانية واليوم وبعد إعادة صيانته أكد المجلس البلدي سبها أنه على استعداد تام لتوفير كامل الإمدادات اللوجستية للسجن داعيا جهاز الشرطة القضائية بمباشرة العمل فيه قرفة طوار ليبيا وافقت طلبهم أن يساعدوا الشرطة القضائية على أساس أن يقوموا بحماية السجن ونحن ننتظر الآن الإخوة بحضورهم لكي يستلموا السجن من الخارج وعلى الشرطة القضائية استلام السجن من داخل ويرى بعض المتتبعين للتطورات في سبها أن الانتهاء من صيانة السجن المركزي بالمدينة التي عاشت خروقات أمنية وتنتشر فيها مجموعات خارجة عن القانون قد يقلص من نسبة الجريمة بها وقد يعيد الأمان للأهل بعد تدهور الأوضاع الأمنية بمدينتهم قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقرير لها بعنوان التعليم تحت النار أن الصراعات في شرق الأوسط وشمال إفريقيا تمنع أكثر من 13 مليون طفل من التعليم منهم مليون طفل في ليبيا وأوضحت المنظمة أن ترد الأوضاع الأمنية خاصة في المنظمة الشرقية من ليبيا ساهم بشكل كبير في انقطاع الأطفال عن المدارس أبرز ما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة نستعرضه في سياق هذا التقرير التعليم تحت النار عنوان لتقرير جديد نصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وقالت فيه أن الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمنع أكثر من 13 مليون طفل من طلق التعليم في المدارس منهم مليون طفل في ليبيا تقرير اليونسيف صلت الضوء على مدى تأثير العنف في أطفال المدارس واجهزة التعليم في سوريا والعراق واللبنان والأردن وتركيا واليمن وفلسطين والسودان وليبيا وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من ليبيا هي الأكثر تضرورا حيث انخفضت معدلات الالتحاق بالمدارس في بنغازي وحدها إلى 50% هذه الأرقام حصلت عليها اليونسيف من إحصائيات في متناول يدها من شركاء اليونسيف الموجودين على الأرض في ليبيا في ليبيا بسبب الوضع الراهن وبسبب النزاع الدائر لم نستطع أن نقوم بتقييم شامل في الدولة من أجل الرقم قد يكون أعلى من هذا بكثير اليونسيف أوضحت أن تصاعد العنف في ليبيا تسبب فانقطاع الأطفال لفترات طويلة عن المدارس وإلحاق أضرار بالمرافق والتجهيزة المدرسية وضافت أن 65 مدرسة في بنغازي من إجمالي 239 تعملوا والبقية أما مدمرة أو تحولت إلى ملجأ للنازحين الذين فاق عددهم نصف مليون نازحا حسب آخر إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الليبي اليونسيف ضافت أن الصراعات دفعت ألاف المعلمين إلى التخلي عن وضائفهم أو عزوف الأباء عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة خوفا مما قد يحدث في الطريق إلى المدرسة أو في المدرسة نفسها وأكدت أن جيلا كاملا من أطفال المدارس يشعرون بالأحباط بينما يشهدون تحطم آمالهم وتموحاتهم المستقبلية منظمة الأمم المتحدة للطفولة دعت في نهاية تقريرها لتخفيض عدد الأطفال خارج المدرسة من خلال توسيع خدمات التعليم غير الرسمي وتقديم المزيد من الدعم لأجهزة التعليم الوطنية في البلدان المتأثرة بالنزاع والمجتمعات المضيفة من أجل توسيع مساحات وأماكن التعليم نشاتنا متواصلة وفيها المفوضية العليا لانتخابات المدرسة العمل في أمازيغ الإيديا تصدر نتائج الانتخابات النهائية ونسبة المشاركة تتجاوز ستين مدرسة وصول ممثلين نواب المقاتعين والأحزاب والمستقلين إلى جنيف وفداء مجلس النواب والمؤتمر يغادران للاتحاق بالحوار والمؤتمر يؤكد تلقيه وعودا بإدراج جميع تعديلاته ماجس شرى ثوار بنغازي وأكدوا استهدافة مدرعة تابعة لحفتر وسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات الهوار وهدوء نصري يسود معظم المحاور الأخرى بالمدينة منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف تقول مليوني طفل محرومون من التعليم بسبب تصاعد وثيرة الصراع للبلاد قدر تقرير لصندوق النقد العربي نسبة البطالة بين الشباب في ليبيا بواحد وخمسين بالمئة عام 2013 واثنتين وخمسين فاصل سبعة بالمئة عام 2012 وذلك في الفئة العمرية ما بين خمسة عشر واربعة وعشرين بزيادة قرابة ثمانية بالمئة عن عام 2011 وحسب التقرير الذي صدر منتصف شهر الماضي بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب سبعة وسبعين في المئة عام 2013 واثنين وسبعين في المئة عام 2012 بزيادة تناهز أربعة عشر في المئة عن عام 2011 ما يجعل ليبيا الأولى عربيا في بطالة الشباب هذا وقاربت نسبة البطالة من كامل القوى العاملة في العامين المذكورين العشرين في المئة وهما يضع ليبيا في المرتبة الثانية عربيا في نسبة البطالة بعد موريتانيا حسب التقرير قال الناطق الرسمي باسم المفواضية العليا لانتخابات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا زياد زوري أن المفواضية أصدرت نتائج نهائية للانتخابات بمشاركة 63% من إجمالي الناخبين في ليبيا هذا وأوضح زوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اقتراع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بدأ يوم الثلاثين من الشهر الماضي في كل من وازن ونالوت وكابا وتمزين وأجادو والقلعة ويفرن وزوارة وترابلس مضيفا أنه قد تعذر فتح المراكز الانتخابية في إجريجن بسبب عدم استفاء المرشحين للشروط فضلا عن عدم فتح المراكز في ارحبات نتيجة الظروف الأمنية الجادر بالذكر أن الانتخابات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد يقيم عدد من النازحين من تورغا في مخيم طريق المطار بطرابلس في ظروف معيشية صعبة ويتطلع هؤلاء النازحون إلى رفع معاناتهم المستمرة منذ أربع سنوات المزيد في التقرير بسمة على هذه الوجوه البريئة رغم قساوة الظروف وشظف العيش في هذه المساكن التي لا تقي حر الصيف ولا برد شتاء يعيش المئات من نازحي تورغا في مخيم طريق المطار بطرابلس أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة فبالإضافة إلى انقطاع الرواتب يشكو هؤلاء من غياب الأمن وحرمان أبنائهم من الدراسة فضلا عن مشاكل في الحصول على الأوراق الثبوتية لأطفالهم كان يفترض أن فيه جهات أمنية تضبط شوية المخيم من حيث العصابات المسلحة الاعتداد التي تحدث للمخيم نهيك على أنه عاني حقيقة من ناس لم تتقادم مرتباتها خمس سنوات لم يتقادم مرتبات هؤلاء الناس مرتباتهم حقيقة واقفة أنه عاني أيضا منطلاب جامع الآن هذه خمس سنة لم يدرسوا كان يجب أن يكون في تسوية ملفات عالقة بيننا وبين شقائنا في مصراتها حقيقة أنه يوفونا بهذه الأشياء نهيك على أن لدينا أطفال أيضا وردوا في المخيمات لم يسجلوا بسجل مدني جولة في المكان تظهر حجم الأزمة التي يعيش فيها هؤلاء النازحون مساكن متهالكة واقتضاظ كبير وضعف في الخدمات الأولية وتكدس للقمامة وترد في الأوضاع الصحية أوضاع دفعت من أجبر على اللجوء إلى هذا المكان إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتفاتة ولو بسيطة في ظل هذه الظروف التي زاد من تأزيمها البعد عن الديار يبقى أهم مطلب يتردد على كل الألسنة هو العودة إلى مناطقهم الأصلية كل يوم جاينا جاردين علينا أحدا يداتي في الطريق فكوهن مني في الطريق في اللتل ذهب ونسنوا حال بلادنا غادي حتى نعيشه على الحطبة نعيشه بالصحف وندوره وخيم خرننا مننا للعام الرابع على التوالي تستمر مشكلة نازحي تورغة ويتواصل معها تطلعهم إلى تسوية قريبة لأزمتهم قد تعيدهم إلى مساكنهم وتنهي معانتهم المستمرة حمل وزير العدل في حكومة إنقاذ الوطني مصطفى القليب مسورية أزمة الهجة غير النظامية إلى الدول المجاورة لليبيا وأوضح في بيان تلاه في مؤتمر صحفي في طرابولس أن هذه البلدان لم تفي بالتزاماتها فيما يخص حماية الحدود وبعضها يشجع تدفق المهاجرين إننا نلقي باللائمة على دول الجوار التي لم ترعى حدودها ولم تفي بالتزاماتها من أجل وقف أفواج المهاجرين بل تدفعهم نحو الاتجاه إلى ليبيا التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة نتيجة أطماع من دول عديدة وكذلك نحمل المسؤولية إلى دول متوسط التي لم تفي بالتزاماتها هي الأخرى في مساعدة السلطات الليبية هذا ورفض وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني مصطفى لقليب تحميل ليبيا مسورية الأزمة الراهنة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها وأكد عزم حكومة الإنقاذ والثوار على التصدي لما أسمها عصابات الموت التي تنشط في تهريب المهاجرين نطلب منهم النظر إلى هذه المأساة من الناحية الإنسانية الصرفة بعيدا عن التجادبات السياسية الحاصلة في ليبيا نعلن في هذا الإطار عزمنا الأكيد حكومة وشعبا وتوارا من أجل التصدي لعصابات الموت مهما كانت صفاتهم وأينما كانت أماكن تواجدهم إلى عنوين النشرة وصول ممثل نواب المقاطعين والأحزاب والمستقلين إلى جنيف ووفداء مجلس النواب والمؤتمر يغادران للانتحاق بالحوار والمؤتمر يؤكد تلاقيه وعودا بإدراج جميع تعديلاته ماجس شورى ثوار بنغازي يؤكد استهدافة مدرعة تابعة لحفتر وسقوط عدد من القتلى والجرحة في اشتباكات الهواري وهدوء نصري يسود معظم المحاور الأخرى بالمدينة منظمة الأمم المتحدة للطفولة الينزيفة تقول أن مليوني طفل ديبي محرومون من التعليم بسبب تصاعد وطيرة الصراع في البلاد بسبب تصاعد وطيرة الصراع في البلاد اشتركوا في القناة